سلام على درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية في برنامج English For All أغلبية الناس التي تعلمون اللغة الإنجليزية توقع عليهم خلط و لا تعرفون ما سيقولون و ما سيقولون I made this pizza for you or I made this pizza to you ونحن العنوان برنامجنا English For All لماذا قلنا English To All كيف نقوم بالفرق بين 4 و 2 2 تستعملها إلا كان شي حاجة عندها علاقة exchange تبادل تبادل معرفة تبادل أشياء أو transfer يعني تحول أو تحويل تحويل شيء من مكان إلى مكان أو أنا سنتحول من مكان إلى مكان أو سنتحول معلومة أو أشياء حسنا حسنا في المقابل For تستعملوها ف شي حاجة لك كانت Good يعني سنجعل شي حاجة مزيانة لك و إلا أنت ستستفد من شي حاجة درتها أنا لذلك سيكون لدي هذا المفهوم بشي حاجة زوينة ستوقع حسنا 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 لنزيد ونفهم الفرق سنجاوبوا على السؤال الذي طرحنا في الأول و ما سنقولون هل أصدق هذا المفهوم بك؟ أو أصدق هذا المفهوم بك؟ نعم حسنا حسنا نقول لقد أصدق هذا المفهوم بك حسنا قديت المفهوم بك من أجلك حسنا ما كانش هنا مفهوم بك exchange أو transfer كان مفهوم درت شي حاجة اللي هي زوينة من أجلك حسنا حسنا سنزيد ونفهمه بشي تطبيقات تغييرهم قاعدة تكون حدنا ها هي سنشعلو عليها البولة بش نعقل عليها مزيان جملة الأولى كود يو كاري ديس بوكس؟ واش فور مي أو تومي كود يو كاري ديس بوكس؟ يعني طلبت شي واحدة هز شي كتوبة أوك يعني يعاوني أنه هز معي شي كتوبة هنا هاداك الشخص غايدة شي حاجة جود فور مي وانا غادي نستفضي من ذيك العملية غادي نقول كود يو كاري ديس بوكس فور مي أوك حسنا فهمنا من الجملة أنه أنني طلبت شي واحدة بش يعاوني هز الكتوبة حسنا ام قوين تتوقع مي داوتر انا غادي نهادرة مع ابنتي واش هناك شي عاجة عندها لقاة بنيفيت جود نو جاس يكسرينج ام قوين تتوقع مي داوتر اوويل داوت غادي ندير هاد شي فوريو أو توريو يستنفهموا بأنك هناك شي عاجة جود اويل داوتر سوف نغني سوف نغني غير أغنية سوف نحولها من فمي لدنك لا سوف ندرك شيئا جزوينا سوف نقول سوف نغني سوف نذهب 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 سوف نعطي سوف نعطي سوف نذهب سوف نذهب سوف نذهب أغنية يمكن أن يقول الكتاب لديه مكانة معرفية سوف نستفيد من الكتاب لا يوجد لديه مكانة معنى جيد سوف نختم الدرس سوف نختم الدرس سوف نختم الدرس سوف نختم الدرس سوف نقول بعض الأحيان الناس ما تطلحش الأمور التي تنجرها من أجلهم هنا فاش قلت بما تنجر أمور لزوينا من أجلهم أين تلاحظوها حتى تنحبس اننا لا تبقينش تنجروا الأمور التي تنجرها لزوينا سوف نعطي المعنى لهذا كوت أن بعض الأحيان الناس لا تلاحظوش الأمور التي تنجرها في حقهم أمور التي تنجرها لزوينا حتى تنحبسوا تلك الأمور شكرا جزيلا